أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا 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 بكم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جنحنا لأن تربية مسؤوليتنا كامل كميرانا وكل واحد فينا عنده مسؤوليته وإن شاء الله بربي يكون واحد فينا يدير الدور تاعه باش يكون الجيل تاعنا خير خلف لخير السلف في كل مرة ناخدوا موضوع ناخدوا موضوع اللي انتم الأولياء يهمكم وتتسألوا بالمرة تحوسوا يالو كان نصيحة نصيحة من طرف أخي السائي كيفاش تتعاملوا مع حالة معينة اليوم كدينا موضوع مهم جدا جدا هو الخجل خاصة عند الطفل بالمرات عنده خجل وحتى الخجل حتى في التعلم حتى بالمرات حتى الأولياء يتسألوا يقولوا يا هل ترى كيفاش نقدروا نساعدوا الطفل تعنا هذا باش يتجاوز هذا الخجل هذا وعدنا اليوم أخي سائيين رحين يرفقوني في هذا المجال باش نجاوبوا على التساؤلات انتعكم إذن رحبوا معي بسيد رابري نوردين أستاذ 39 سنة في سلك التعليم مرحبا بك شرطنا أستاذ تفضل أستاذ تفضل تفضل رحبوا معي كذلك بالأستاذة المختصة في علم النفس التربوي الأستاذة محرس خان عبلة شرفتنا أستاذ شرفتنا مرحبا بك مرحبا بك كذلك في كل مرة نستاذفوا معنا ولي أمر ولا ولية أمر أم ولا أب باش يتقاسم معنا التجربة انتعوا معنا سيد جرموني محمد مرحبا بك شرفتنا شرفتنا الله يخليك تفضل 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 وفي كل مرة نستاذفوا كذلك طفل ولي طفل يدير الواجبات انتعوا هنا قدامنا في هذا المكتب الجميل باش انتوها تانية أطفال تروحوا دير الواجبات انتعكم معنا اليوم سارة فضلي تعالي بنتي تعالي 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 مرحبا بك بنتي وش راكي سارة لا باز تفوقها شوية تدرسي نيسي والواجبات تعالي كيف شديرهم سارة كيف بنتي دام ولا تسنيحتي تراكموا عليك ولكي شديري بنتي دام بنتي دام برافو بنتي فضلي دروك اروحي دير الواجبات تعالي معنا وانتم التانية يا اطفال عليكم بالواجبات باش تنجحوا لي ان الاولياء تعالكم يستنوا منكم تنجحوا هدية الهدية اكبر هدية تقدروا تقدمها الاولياء تعالي هي الناجحكم المدرسة اذا مرحبا بكم في هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع الخجل موضوع الخجل الاولياء يتسألوا يتسألوا بالمرات يعني انا كولي عشتها يعني بالمرات محتاج نصيحة بسيطة يعني باش نعالج حالما حانما دابينا في اطار هاد الحصة ولادنا تحت جنحنا الناس اللي اتبعنا سواء عبر التواصل الاجتماعي عبر صفحة فيسبوك ولادنا تحت جنحنا ولا موقع الانترنت ولادنا تحت جنحنا بوان كوم وين يقدروا يسيبوا نصيحة تفيدهم موضوع الخجل حبيت اليوم نطرق عليه معاكم كيفاش يكون عائق عائق سواء في التعلم سواء في العلاقات مع الناس سواء يعني هي حالة عايشينها عايشينها الناس ماذا بي يا أستاذة نبدأوا معاك وش هو هذا الخجل يا هل ترى هو حاجة تقلق يعني الولدين كنشوفوا وليدهم يحشم بزاف تيميد وكامل هل لازم يقلقوا هل لازم تفضلي يا أستاذة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا في كل مرة أسعد بتوجودي ضمن هذا الأسرة الدافئة والحنون مرحبا بك إذن نتكلم اليوم عن الخجل الخجل هذا واحد من المعوقات اللي رح تمس النمو النفسي الاجتماعي عند الطفل إذن تكلموا عليه إذن عنده عدة أسباب تقدر تكون وراثية تقدر تكون أسارية أي من حيث طريقة أو نوعية التربية اللي يتلقاها هذا الطفل فعادة يعني في الدراسات المختلفة نلاحظوا أنه دراسات نفسية اللي خاضت في هذا الموضوع نلاحظوا أنه البيئات الريفية والبيئات التقليدية متحفظة أكثر يعني تبعد عن الجرأة الاجتماعية أكثر منها في المدن والأماكن الحضارية يعني الطفل ما عندوش غير فعال في الأسرة يعني ما يمرش دور يعني ما يمتش رأيه صح صح حتى أنه عندما يتدخل ولا يجيه كما قلت يعبر عن نفسه نسكته بدأ فكي يكونوا صغار ما يتكلموش الكبار بدأ فهنا يعني يصرى له تطبيط هو يعني من بطبيعته بفطرته الطفل يبدأ يتدخل يعني في الأسرة بدأ بدأ هو يحاول بكل براءة هو يحاول أنه يفرض روحه ويحاول أنه يتدرب ويخلي الوظائف تاعه النفسية والوظائف الاجتماعية تتدرب لكن عندما دائما يقابل بهذا الكف وهذا البلوكاج هذا يعني توجه الستوب هذا أو هذا البلوكاج فهذا الشيء سيؤدي إلى أنه يتوقف هذا النمو أو ينطوي نحو ذاته بيانسوه أو هذا النمو للأسف ما يكملش هذا النبتة الجميلة اللي قدمنا ما تترعرعش ولا ما تاخدش حجمها المناسب بالتالي كاين يعني عدة إجراءات للتصليح لكن يا حب ذلك وعلاش حتى نروحه إلى التصليح وعلاش نروحه إلى فمن البداية احنا ماذا بينا كأخي صائيين من البداية تكون الرعاية صحيحة في الاتجاه الصحيح كيفاش تكون في الاتجاه الصحيح طبعا مش رح نخليه هذا الطفل يخوض في كل المواضيع حتى تعال الكبار حتى اللي مش يقده اللي مشي لا لكن نوجهه هذا الحاوله كيفاش نفتحه قناوة حوار وهذا شي رح نشوفه في الحلول أكثر لكن الآن بالنسبة للتشخيص فالخجل يظهر أول شي اللي يظهر فيه الخجل هو الانسحاب الانسحاب والتموقع وتقوقع حول الذات وقلة النشاط الاجتماعي حتى أنه مثلا عندما يدعى هذا الطفل إلى الحفلات إلى التواجد يعني الاجتماعي الكبير تصيبه منسحب والله يقول لك لا لا ما نروحش منزاوي حتى في المدرسة مثلا المشاركة تلقى أنه عنده معدلات كبيرة أنه يتحصل على نقاط جيدة جدا لكن مشاركة تعود ضعيفة ضعيفة لبغتسيباسيون داخل الكلاسة مايرفدش يدوه مايحبش قاعي يسمعه صوته وكأنه يحب يكون انفيزيبل مايحبش يبان مايحبش يبان مايحبش يبانش أحسن مايحبش الأدواء لأنه فكرة يعني أو الجرأة الاجتماعية عنده ما تكونتش ولا ما نمتش بطريقة صحيحة بالضبط 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 جميل جميل كنت درت في إطار حيثة مايزيد دلنا أغنية من حق الطفولة نقول فيها حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع يعني تكلمنا هذا أول حق اللي بدينا به يعني من بعدك تكلمنا على العنف الطربوي وتكلمنا على عدة أشياء ولكن الحاجة اللولى اللي تكلمت عليها هو حورية التعبير للطفل شيء مهم جدا لأنه الطفل بريء بريء مش شيء ما عندها أنك أنت متواجد مع مثلا لما كانوا يزورونا الأقارب بكري وكامل إما الأولياء تاعك يقولوا كروح ما تقعدش معانا إما يقعدوك ويفرحوا بك يعني ويكون عندك حتى تجادل أطراف الحديث تفاعل 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 هنا نعود نوجه على الفكرة فقط مختصرة الطفل اللي رح يبدأ يتعلم يمشي لو كان نحكمه إحنا هدك الطفل نلويوله على رجليه يعني كتفوله رجليه بضب هل رح يقدر يمشي هالطفل؟ ما يقدرش ما يقدرش يمشي إذن كما نساعده مثلا الطفل هذا تاع ست أشهر سبع أشهر نبدأ نحطه في المشاية بضب هذيك المشاية رح تساعده بش يحرك رجليه بش ياخد ارتفاع عن الأرض ورجليه يقعدوا يدلدلوا يمال رح يحركهم فرسي ما رح يحركهم بضب إذن كما نساعد الطفل على تدريب وظائف الفيزيولوجية اللي هي نتكلموا عليها في الكلام المشي الحركة هنا نبدأ أنا مثلا غير ما نشوف الوظيفة يعني كأولي أمر وكمربية غير ما نشوف الوظيفة بدأت تنضج وبدأت تطور أستقبلها بالتدريب والتكفل بها يعني ندربها ونوجهها ونرشدها هذيك الوظيفة إذا وظيفت الكلام كذلك إذا الطفل كي يبدأ يقول الكلمات الأولى اللغة رح نعرفه باللغة هي تبدأ بالصراخ ثم المناغات لغاز المو وهي الكلمات يعني فقط مقاطع صوتية ثم كلمات ثم باش يقدر يركب جمل حتى فوق تلت سنين ولا باش تكون هناك لغة سليمة يعني اللي يوصل بها المعلومة ويستقبل بها إذا مثلا نحيله تفاعل ما نديش ونجيب معاه في الهدرة كيفاش رح تطور لغة تاعه كذلك بالنسبة إلى الوظائف النفسية الاجتماعية الجرأة الاجتماعية الإقدام الاجتماعي التواصل الاجتماعي لو كان كما رك تقول في الأسرة لو كان ما نشجعوش لو كان ما نديش ونجيب معاه في تفاعل يعني تأثير وتأثر متبادل ما تنموش الوظيفة نفسية الاجتماعية أستاذ لابري حقيقة هو الخرج الهداء إذا كان عند الطفل رح يبدأ وهو صغير ولكن بعد يدخل المدرسة هل صادفتكم مثلا حالات هكذا وين الطفل كما قالت الأستاذة عنده طاقات يعني تشوف نتائج تعمليحها ولكن في المشاركة مادة به ما تتكلمش معاه يعني هو مادة به ينزاوي هكذا مادة به قاعة ما تسأله شو كامل ولكن النتائج تعمليحه ممتازة يعني هل صادفتك هذه الحالات وينه هو وينه نقدره نديره في هذه الحالات باش نساعده هذا الطفل هذا وهل هناك حلول نعم بسم الله الرحمن الرحيم تفضلت الأستاذة مشكورة عندما قالت أن الإنطوة هذا لا يؤدي بالضرورة إلى الإخفاق المدرسي بالضبط هذا من جهة نعم صحيح يعني أموه هذه سرسيولي بارو لا صحيح كم من تلميذ خجول منطاوي منزاوي ولكنه لاجح في الدراسة بضبط ولكن ليس دائما صحيح أن هناك فئة من تلميذ الخجولين لكن هذا الخجل تصبح إعاقة نعم كيف يكونوا إعاقة لأن الخجول كما تفضلت هو بعيد عن المجتمع يعيشوا بعيد عن الاحتكاك بالآخرين وفي المدرسة يصبحوا يعني يعني يهاب المعلم يهاب الأستاذ ويهاب زملائه وبالضبط يهاب حتى المدرسة وقد ينفر من المدرسة وغالبا ما ينفر من المدرسة وإذا جاء المدرسة فيأتي مكرها وهذا يعطل يعطل التحصيل التحصيل هذا فقط حبيت باش نقول هذا النقطة المدرسة هي واعية وواخذة بعين الاعتبار هذه المشكلة أو القضية نتعى الخجل وبالتالي هذه القضية الخجل عولي جت ودورست منذ زمن طويل وخاصة في منتصف القرن الماضي من طرف علماء التربية لسي ما نذكر واحد اللي هو سيلستان فريني سيلستان فريني هو واحد من البيداغوجيين الكبار اللي دار ثورة في الطرق التعليم الطرق البيداغوجية والتعليمية هذا سيلستان فريني قال مدام الإنسان اجتماعي بطبعه الإنسان لازم يعيش هو واجد باش يحضر وواجد باش يكون المتفاعل اجتماعي بطبعه فإن لم يكون اجتماعي اجتماعي فهو فيه نقص فيه فيه مشكل وبالتالي لابد من تعليم الطفل أن يعيش مع الآخرين نجم الأولياء من الصغر السن نرجع للأولياء نرى في المدرسة فهو قال التعليم عن طريق الأفواج عن طريق الفوج والتلميذ يساهم في العملية التربوية والتعليمية كيف ذلك وين وصل الفريني وين دار تنظيم القسم وتسيير القسم من طرف التلميذ وهنا يعطي مسئوليات للتلميذ ومن خلال المسئوليات اللي يخذوها التلميذ بالتداول هذا المنزاوي يكون بطبيعة الحال يحصل له مرة في الشهر بشي يكون رئيس القسم أو نائب رئيس القسم أو المقتصد يديرو حتى تعاونية داخل القسم يعني هذا المسئولية ثانيا الطريقا الجلوس تحت التلميذ عبر الأفواج عبر الصفوف عفوا والصبورة مقابلة قال لهم هذه غير صالحة لأنه رك تبعد التلميذ عن التلميذ اللي قاعد في الوارا رو بعيد عن التلميذ التلميذ الأوائل والمعلم رو بعيد عليه قال لهم لازم نلموا بعضنا بعض أنا المعلم يدوروا حول التلميذ والتلميذ يكونوا قرب إلى بعضهم البعض شوف هنا رك تبعد عن الإنزواء رك تبعد عن الإنطواء رك تقربوا إلى التلميذ بطريقة لا يشعروا بها ثم العمل بالأفواج قال أنتم ربعا فكروا في هذه المسألة أنتم ربعا الأخرين فكروا في هذه المسألة إذن يشعر بالمسؤولية ويدخل ويفكر نعم الأفواج والتلميذ أخيراً باش ما نطولش كثير لأن المسألة تطول أخيراً سيزيد على المعلم أن يكون المتفطن لهذه النقطة ويعرف منهم التلميذ اللي تيميد هذا ما هذا هو هذا هو يعني هات رحتك هذا السؤال نعم هل ترى هل في التكوين تاعة المربيين وكامل بعد دعم كان هذه النقاط هذه لأنه لما نشوفه ما نطلبوش من المربيين ولا المعلمين أنهم يكونوا أقصائيين في علم النفس نعم ولكن كان بعض النقاط هكذا بدهيات لا ولكن في علم الترى في البيداغوجي هذا مهم هذا مهم جدا لابد هذا لابد شرط هذا إذا كان عندك في القسم عدد ولو قليل من التلميذ خجولين وأنت لا تنتبه إليهم فهذا فارك رح تهملهم بطر لماذا رح تهملهم لأنك لما تنشط التلميذ وتخليهم يشاركوا معك ويتفعلوا معك وتسألهم ويجيبون هو لا يجيب وتتركه أو نزويه وخلاص نعم نزويه رف العالم تاعه هو نعم رك تزيد وما دبيه قامتها ترش معها ما ترش معها ولكن لا رأينا نزيده باللطين البلا وبالتالي من الضروري على المعلم أن يعرف هذه النقطة وكان باب درسوها في التكوين تاعهم جاء هذا الأمور هذه وبالتالي لازم يعرفه ويخضب بيديه ويخليه يساهم أكثر من الآخرين شايفك المجتهد هذاك رأي يعرف الجواب هذاك ولكن نعطي له الكلمة أقل من هذاك المنزوي نقول له هاي يحاول عندك أكيد عندك الجواب وإذا ما حاوس معليش من فباله فورسي ولكن مرة على ما نطلعوا إلى الصبورة بطريقة نطلعوا إلى الصبور يحاول مرة الأولى المرة الثانية مرة الثالثة يترجع له ثقاف يقول لك ايه أنا نعرف أنا رأني نوصل للآخرين رأني نقابلوني الآخرين قبلني المعلم تاعي وبالتدرج بالوقت نقص نخفف من هذه الجميل جميل جميل يعني فكرة فقط قبل أن أتواصل مع ضيف الكريم نبهني الأستاذ نوردين على فكرة الحلقة الحلقات يعني هنا نشوف يتربو دينامية الجماعة اللي تكلم عليها حتى في الربعينات والخمسينات كورت ليفن اللي هو مؤسس علم النفس الاجتماعي اللي هو وليد علم نفس العمل وتنظيم اللي رحنا نعرفه هذا الشيء لكن هذا دينامية وتموضع الأشخاص داخل الجماعة كيفاش يقعدوا الأشخاص طابل روند مثلاً أو هدا فهذا الشيء شوفوا اقتاش في حضارتنا الإسلامية كان معمول به من قدم الأزل يعني يقعدوا في الكتاب والله في المساجد في شكل حلقات بالضبط جميل والإمام يعود يقعد فلوس ويقعد معهم فهذا الشيء يبيننا بالليكين عدة حلول في ثقافتنا الإسلامية يعني نرحولها مش فقط نحوسوا على البحوث ولا فقط على الدراسات الغربية الحديثة بالضبط جميل 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 بالأولية بالأولية أن قضية الخجل عند الطفل ما لازمش يخافوه كثير لأنها لأن فيها حلول أنا انطلقت مما انتهت منه يعني في حلول إذا عرفنا كيف نسيرها نلحبوه في الوقت اللازم نعم في حلول وتزول هذه القضية تعال الخجل ويصبح نعشط يعني احنا أصلا هذه الحصة لهذه الفتاحة مش شيء تخويف لا مش شيء ترهيب بالعكس بالعكس احنا نقشو مواضيع وين دائما فيها حلول ولكن لازم الأولياء يداركوا الأمر بارك الله في البيت يعني في البيت ما لازمش تنميذ نخليها منعزن بالضبط ما لازمش نوفره أسباب لا هو يبدأ حتى في الترفع الاجتماعي يعني في داخل الأسرة قال بالك تروح مع ولاد الجيران بالك تخالط الأطفال هو عنده خمسة سنين كيفاش من خالة الأطفال تفضل أستاذ سيموحمد جرموني ما دبينا الخجل هذا تكلمنا عليه كولي أمر يعني في العائلة نتاعك كيف تشوفه مع أولادك يا هل ترى عشتوا يا هل ترى عملت أشياء باش أولادك ما يعيشوهش ما دبينا توضحنا الصورة هذه شكرا لأخ على كل إحالة نياب بما يخص أسرتي أولادي الله يبارك أنا في الحقيقة ما خليتهمش ما عنديش هذا النوع خالص هذا النوع تعلق أولادي ما عنديش نعملهم حتى أنا نعملهم بكل حرية الله يبارك جميل جميل ونتقبل منهم الملاحظات كل شي قوموا به سواء السلبي ولا إيجابي وهذا الشي من اللي كانوا صغار نعم من اللي كانوا صغار الله يبارك وزد قويت لهم الشخصياتهم بممارسة بعض الرياضات الجماعية جميل جميل هذا الشي خلي زاد لهم في القوة على الشخصياتهم الحمد لله يعني الحالي أنا خاطب أوليدي شخص صديق صديق نعم الحمد لله حمد لله يعني ما يخاف شي يقول لك سواء بنتي ولا ولا أوليدي كأنه صديقي وليس ابني وحسيت هذي الطريقة هذي اللي ربيتهم عليها اسكوا حسيتها بلي فدتهم في الديرة سنتحهم طبعا 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 الحمد لله طبعا حسيت بيها حسيت بيها والحمد لله أثمارت الحمد لله الحمد لله أثمارت أنا هذا هو الشي اللي ما دبينا الأستاذة برك توضحنا باش نختمو واش هما كما قال الأستاذ كيفاش رب أولاده هذي طريقة يعني مفرغ منها ما دبينا تحطينا بعض تقنيات هكذا كيفاش الأولياء يقدروا الأولياء اللي فاقوا من الأول ورب أولادهم على هذ الشي الحمد لله ولكن كما الأولياء بلك أخفقوا بلك نساوي حاجة بلك كيفاش نقدروا نساعدهم اليوم من خلال النصائح نتعج إذن قبل ما نمدوا النصائح لنتكلموا عليها على تعزيز الجرأة الاجتماعية وكل وظائف الاجتماعية لتساعدنا على الاتصال والتواصل الاجتماعي يجب أن نفرق فقط بشنا عملوا ملحوظة صغيرة ما بين الحياء وما بين الخجل الحياء هو مطلب وضرورة أدبية يعني من أخلاقية وأدبية يعني من الأخلاق ومن الأدب أنه نكون مستحيل وأنه ما تجاوزوش حدود حدودنا يعني حدودنا التصرف فيما يخص تصرفنا مع الكبار هذا الاحترام الكبير الصغير لازم يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير مثلا في حفيلة كي تكون مرة كبيرة ولا مرة حامل ولا واحد صغير يخليها هذه من الأدب يعني ومن الثقافة الإسلامية والجزائرية واللي نعتزوا بها ونفتخروا بها بالنسبة للخجل اللي رأنتكلموا عليه كإضطراب لأنه هو يعيق التكوين الاجتماعي النفسي على الطفل يرجع الطفل لأنه العائق هذا اللي هو الخجل ما يخليش يتنوب ستاكل عرقالة ما تخليش أنه يطور الملاكات أو الإمكانيات النفسية الاجتماعية تاعه بتاليو اللي ما يتوصلش مع الآخرين يقول لي ما يقدرش يبني علاقات صحيحة والمجتمع كله مبني على العلاقات كيفاش هذا الشخص اللي ما رحش يقدر اللي عايش في عزلة عايش في منفى وحده كيفاش رح يقدر يعيش مع العبادهم بعد وكيما قال أريستو الإنسان اجتماعي بطبعه يعني لازم رح يكون علاقات مع الآخرين علاقة وظيفية علاقة مدراسية أسارية في كل تحركاتنا من النوضو ونحن نقوم ب علاقات مع الآخرين إذن وفي هذه العلاقات لها فنون وهذه الفنون نكتسبوها عبر التربية كما قال الأستاذ الفاضل هذا إذا كبر ولدك خاويه فهذا هو كيفاش رو يعمر ويكون في هذه العلاقة علاقة التواصل الدائم المنفتح كما نقول ونحن التربية الحديثة هي اللي تستلزم منا أن نكونوا منفتحين باش نتقربوا أكتر من ولادنا مشيرنا فقط نطبقوا في توقوس ولتعاليم التربية الحديثة الغربية هكذا بطريقة جوفاء فقط باش نكونوا موداغن باش نكونوا معاصرين لا لأنه هذا الشيء يجيب ثماره وهذا الشيء رو موجود حتى في ثقافتنا يعني إحنا إذن الإنسان ليه أراد أنه يكتمل النمو النفسي الاجتماعي تعاوليده وأنه تكتمل بناء الشخصية التاعه يجب أن يشجعه على التعاطي الاجتماعي على كيفاش يكون علاقات كيفاش يتكلم لكن مش يعيب أنه يوجهه وأنه يرشده مش فقط يتكلم في كل مكان وزمان مش يتدخل في كل الأمور لتعنيه ولا تعنيه مثلا ماذا بينا حتى مجلس الكبار ليكون يتناولوا فيه مواضح حساسة ولا صراعات أسارية ما يكونش قاعد فيهم الصغير اللي قادر تصدمه قادر بعض المعطيات ولا بعض الكلام اللي ما بين الكبار هو يشكل له صدمة رغم أنه هي طبيعة أنه تتحل هذه الأمور بين الكبار لكن يعني لكل عمر عنده الحديث الخاص تاعه لكن هذا الشيء ما يمنعناش أنه لازم يكون مبيناتنا تواصل بين الأطفال ومبين المراحقين لازم يحترموا ما راح نموته وهذا التفاعل الدائم وهذا هو اللي راح يخلي العوائق اللي ما بينها الخجل تتنحى إذا حبينا إذا حبينا نتخلصوا منها الخجل لازم يكون تواصل دائم وتواصل موجه يعني نعرفه كيفاش نوجهوه ونرشدوه وإن شاء الله إن شاء الله دائما باش نبقى في نفسه تشجيع الأولياء تشجيع أبنائهم للنشاطات الثقافية والرياضية داخل المدرسة حتى للكم برافو يعني داخل المدرسة وخارج المدرسة نشاطات الثقافية وموسيقية وكذا وهذا مهم جدا نحن نعرف وبعض الأولياء جهلا يقول لك أنا أوليدي ما يديرش رياضة البدنية في المدرسة أو بنتي يقول لك ما يديرش المسرح يقول لك ما يديرش الموسيقى وهنا رويزيد يساهم في في هذا الانتواء في العزلة في العزلة بالتجربة يعني إحنا عدنا في أنا عضو في دار الغرناطية للموسيقى الأندنسية يجونا الولاد من خمس سنوات وست سنوات ويروح تشوف يعني الموسيقى كيف تشوفوا كيفاش يعيش مع الآخرين الموسيقى عبر فرقة يعني الأستاذ الفنان أنا يعني الفنان كذلك يؤدي وحده هكذا خلاص يعني يروح للخج عيش أنا قلت الخجل ما هي ليست مشكلة يعني خطيرة جدا ودائمة إذا لم تعالش هذه الأشياء كلها تساهم في إذا يا أولياء الخجل ماهوش حاجة خطيرة ماهوش حاجة ولكن حاجة موجودة لازم تتعاملوا معها وخاصة بالتفاعل الاجتماعي خلوا أولادكم يهضروا اسمعوا لهم ولكن كما قالت الأستاذة لكل مقال مقام إذن إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا في هذه الحلقة هذه تقدروا تتابعونا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنحنا بون كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا توصلوا معنا وستنونا في حلقة مقبلة إن شاء الله ذي أرى ونصائح أخرى شكرا 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 نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدا نحب الجريا في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان